مادة البوتوكس المعدة على طول في حالة حركة دائمة لهضم الأكل فلما بنحق المادة البوتوكس في عضلات المعدة من الداخل عن طريق منزور المعدة ده بيؤدي إلى تقليل حركة المعدة فبنطول فترة وجود الأكل في المعدة وبالتاني بيبقى الإحساس بالشبع والإحساس بالامتلاء والقدرة على الأكل بتقل بنسبة كبيرة طبعا ده ما بيبقاش لمدة أيام يعني تقليل الحركة وأن الأكل يقعد في المعدة فترة أطول ده ما بيبقاش بشكل مرضي أنه هو يعمل تخمر في الأكل أو يعمل غازات وانتفاخات وكده لا إحنا بنطولها لمدة ساعات بدل ما الطبيعي المعدة تتخلص من الأكل بعد ساعتين تلاتة فإحنا نجوع بعد 4-5 ساعات لا المعدة بتتخلص من الأكل بعد 7-8 ساعات فإحنا في الفترة دي بنبقى يعني لما بناكل بناكل كمية قليلة الحاجة التانية اللي بيشتغل بيها البوتوكس إن احنا بنحقن في مركز الإحساس بالجوع في المعدة في منطقة كده في الجزء العلوي من المعدة اللي هي المسؤولة عن الإحساس بالجوع بتطلع هرمون اسمه جريلين هرمون ده المسؤول عن الإحساس بالجوع فبرضو لما بنحقن مادة البوتوكس فيها من الداخل بنقلل طلوع الهرمون ده فإحساسنا بالجوع بيقل بشكل كبير إذن هي دي حقن البوتوكس في المعدة وطريقة عمله